موسيقى لا تصدق كل ما تقرأه على الإنترنت فالعديد من المعلومات والأخبار خصوصا على الإنترنت العربي هي قصص وأخبار ملفقة وينعدم وجود مصادر لها كموقع صادفته يقوم بذكر مصادره في نهاية المواضيع حتى إن كانت القصة صحيحة فعلى الأغلب تتجاهل المواقع ذكر المصادر فلماذا إذن تصدق قصة أو خبرا أو معلومة بلا مصادر؟ كذلك تجد في الإنترنت العربي دراسات تعود للعصر الحجري ويتداولها الناس وكأنها دراسات حديثة وحقائق هذا النوع من الدراسات خطير جدا لأن لديه جزء من الصحة إذ قد تكون الدراسة دراسة حقيقية لكن الجزء المخادع أن الدراسة هذه هي دراسة أثبتت خطأها عشرات الدراسات الأخرى فعليك إذن أن تعرف تاريخ الدراسة وإن لم يذكر الموقع تاريخها فعليك أن تبحث عنها بنفسك هناك بحث استقصائي بريطاني أثبت أن 60% من المعلومات المنتشرة على الإنترنت قبل عام 2003 أصبحت الآن بفضل الدراسات الحديثة معلومات مغلوطة وأراء الخبراء هي أمر جيد لكنها ليست حقائق فإذا كان آينشتاين مثلا يعتقد أن هناك حياة فضائية على المريخ فإن هذا لا يعني أنها حقيقة إذ عليك أن تفرق عندما يعرض عليك موقع الرأي خبير أو يعرض عليك حقيقة مثبتة هذا الأمر ضروري في كل المجالات في العلم، في السياسة، وفي غيرها أما الصور المزيفة والمعدلة ببرنامج الفوتوشوب فهناك العديد من القصص والأخبار تعتمد فقط على هذه الصور فإذا كانت الصورة ليست موثقة وليس لها مصدر فلماذا تصدقها؟ وأخيراً، إذا كذب عليك موقع مرة فهذا خطأ ومرة ثانية ربما خطأ آخر لكن عندما يظل يكذب ويفبرك الأخبار والمقالات فما الداعي لمتابعته والدخول إليه؟ لماذا تسكت على الخطأ وتتجاهل المعلومات والأخبار المفبركة؟ أطلب المصدر دائماً وأبداً على مواقع التواصل ومواقع الإنترنت فهذا حقك في المعرفة فعلاً لا تصدق كل ما تقرأ في وسائل التواصل وسائل التواصل اليوم أصبحت سلاح خطير جداً إذا ما الإنسان ينتبه ويعرف الغث من السمين يعرف الصحيح من الخطأ يعرف الشيء اللي ينفعه من الشيء اللي يضره سواء الطفل أو البنت أو الولد أو الكبير أو الصغير الجميع اليوم إذا ما ينتبه لهذه الوسائل بحيث أنه يتعامل معها التعامل الصحيح صدقوني كثير من الأشياء والمشاكل والجرائم اللي صارت سببها وسائل التواصل في حال إذا كان الإنسان يستخدمها استخدام سيء أو أنه يصدق كل شيء يقراه أو يشوفه في هذه الوسائل إشاعات كثيرة والكلام اللي مصحح كثير جداً ولكن الإنسان علينا أن ينتبه دائماً لمثل هذه الوسائل الهدامة والمعمرة في نفس الوقت إلا الكويتية مقالة كتبتها ضيفتنا في هذه الفقرة رح نتكلم معا عن هذا الموضوع الأستاذة عذراء الرفاعي المحامية نمسي عليه بالخير أو شيء الأستاذة عذراء أعتك العافية وساش على القوة أعتك العافية قبل أن نذهب إلى الكويتية بعد أنت محامية وقانونية دعنا نأخذ رأيك بوسائل التواصل والتقرير اللي عرضنا قبل شويش رأيك طبعاً التقرير هذا صحيح جداً مو بس الأبحاث اللي ذكرها كذلك نحن لازم ننتبه حق الأحاديث النبوية اللي بعضها مغلطة أو مذكورة عن طريق الإشاعات أو تكون يهوديات وتذكر على الإرسال الرسول فنحن لازم ننتبه منها وكذلك علينا هم حفاظة حقوق المؤلف فيها عدم نسخ ولسق أي شيء معين في أبحاثنا وإنسابها لنا أنك بالطريقة تعتدي على حقوق المؤلف ويتم الرجوع عليك يعني كثير من المشاكل اللي تحدث من وراء هذه البرامج نعم إلا الكويتية مقال كتبتي تقريباً سبوع اللي فات في أحد الصحف خلنا أخذ أول شيء الفكرة شنو فكرة هذا المقال السادة عدرا؟ طبعاً فكرة المقال حتى العنوان يعني العنوان شوي غريب يعني إلا الكويتية وكانها فزعة هي صراحة إيها فزعة للكويتيات لأنها يعني هم بنات ديرتي فمفروض أني أبزع لهم نعم إحنا يعني ما في مننا ما يعني ما عنده يعني حسابي برامج التواصل الاجتماعي كان هناك مجموعة من الفتيات وبنات الكويتيات أرسلوا لي عن طريق الخاص تغريدة حق أحد المغردين المعروفين وعنده فلاورز كثيرين قالت لي استاذة هل يعني هل توافقين على هذه التغريدة؟ فطلحت عند تغريدة قلت لها ما يخلف هذه تغريدة وحدة وإن شاء الله ما يسئلنا أنا راح أتحدث مع هذا الشخص أساس لا يعيد التغريدات نعم فقالت لي استاذة مو تغريدة وحدة قلت لها شنو كاتب؟ بعثت لي فيديوات وكذلك تغريدات كثيرة يمكن فوق الثلاثين تغريدة يسئ إلى المرأة الكويتي ثلاثين؟ أكثر من ثلاثين قربها مرة وحدة فكان يسئلها بطريقة سيئة جدا فأنا استأت أمانة استأت قلت يعني هذا ابن ديرتي فيتعدى على كرامة ابنة ديرته أخته يمكن تكون أمتي يمكن تكون زوجتي يمكن تكون أخته يمكن تكون بنته فمن المفترض عليه أن يحترم ببنت ديرته انتقاد لشيء خطأ ممكن جائز وهو لا كان يتعرض بطريقة استهانة في كرامة المرأة الكويتية ما يخالف أنت إذا كان يعجبك الشكل لجنسيات معينة فهذا ينم دليل على سلوكياتك وأخلاقك فأنت لا تقعد تقول أنه بنات الكويت كذا في هذه الطريقة وتمتهن في كرامتهم وأسلوبهم وتقول أنه ما في بنتك كويتية سنعة أو ما في بنتك كويتية محترمة فهذا مما أثار حفيظي بكتابة هذه المقالة وتشجيع بنات الكويت على أساس أنه للكويتية بنات الكويت لا تسمحون لهذا الشيء لا تسمحون لأي شخص أن يسئلكم أو أن يحط من كرامتكم فمن المفترض أنكم تتحركون وفق القوانين الموجودة وكذلك تنبيها للحكومة يا حكومتنا الرشيدة هناك من المقردين ما نحتاج أن نقدم شكوى نحتاج فقط إقلاق حساباتهم بصفتك أنت كوزارة داخلية كسلطة قضائية كنائب عام كنائب عام أنتم جهة مخولة بتحريك الشكوى الجزائية وإلقاء هذا الحساب أو تحويلها للمسائلة القانونية مفروض أن يكون هناك حماية للمرأة فكتبت هذه المقالة بعد استياء شديد لتلك التغريدات نعم هناك بعض استياء من بعض الأكاونتات في وسائل التواصل أيضا تسيئ مرات لي حتى الرجل الكويتي أنه يفزع إلى الكويتي والله أنا ما قرأت أي شيء يسيئ للرجل الكويتي وإذا قرأت صراحة أفزع له لأنني أنا ما أرضى على ابن ديرتي سواء كان رجل أو امرأة أنا ما أفرق بين جنسين ابن الكويت كل من يحمل هوية الكويت فأنا أحتفظ في كرامته وأحترم لي شخصه مهما أسائلي أنا أقوم سلوكه أسعلي تقويمه أنصحه لكن أنا ما أمتهن في كرامته وأؤيد ذلك لا أجعل معي جروب كامل يؤيدني في هذا الشيء أنا ما أخلق مشاكل ما بين الطرفين بالعكس نحن نوقف معهم نسعلي إصلاحهم هذا الواجب اللي علينا شروع الدوافع السادة عذراء لبعض المسيئين اللي يخلي وكأن هذه الوسيلة من وسائل التواصل منبر للإساءة إلى الآخرين شنو الدوافع اللي تخلي إنسان جديد؟ طبعا إحنا برامج التواصل الاجتماعي يعني فتحت مجال الكثير من عنده أمراض نفسية أو سلوك سيئ ينعكس عليه فيفرقها فين؟ يفرقها في هذه البرامج فأنت عندك هذه البرامج وضعت لهدف معين وضعت للتواصل الاجتماعي لتسويق شيء معين لأنك أنت تتواصل مع الناس اللي حاب أنت ترقب فيهم ومنهم من يستخدمها في أغراض تجارية نعم أما أنك أنت تأتي كشخص وتفرقها في سلوكيات غير مقبولة على مجتمعنا فهذا مرفوض جدا هذا الشخص عندما يأتي ونقول إحنا جي للشباب البعض وكأنه مشحون من داخل للأسف إما يكون شخص متفوع له حتى يسيء أو إن شخص سلوك سيئ فهو يسيء أو إن شخص مريض نفسه يحتاج إلى علاج فيسيء في هذه الطريقة فإحنا عندنا فئات كثيرة منها من يسول وفق أجندة معينة وفق شخص معين لا يبي يزرع أذكاره الشيطانية بطريقة معينة مفروض إننا نحارب هذه السلوك والدوافع تنبع من الشخص نفسه فإحنا محتاجين أن نقوم سلوكه دائما أنا أقول ودائما يعني إحنا دومنتسيكو يعني هذا هو البروفيسور والعالم والفيلسوف في القانون دائما يقول لنا أن هناك مدرسة اسمها الشرف وهو العلم الذي يجب أن نحمله هاينما نكون وهو الشرف وهو الشرف الذي ينم عن أخلاقنا فإحنا علينا هذا الشيء أن نمعن أخلاقنا بطريقة مؤدبة أي شخص يسئ لنا مفروض ينعكس علينا بطريقة صحيحة لكن للأسف هؤلاء الأشخاص يفتقدون إلى هذا الشرف هو أكيد بالأول والأخير أفعالك وأقوالك هي انعكاس لما بداخلك والشخصيتك أكيد سأتوضح هل أنت إنسان سيء أو أنت إنسان نظيف ولكن هل في قصور اليوم في فهم ممارسة الديمقراطية عند البعض أستاذ عذراب حيث أنه يعني خلاص ديمقراطية حرية أقول لأبي أنتقد لأبي أقص العالم أقعد أطق بهذا وذاك سواء كان مذاهب بالجنس سواء المرأة أو الرجل أو غيره أو اللون أو أي شيء هل اليوم البعض يفتقد هذه الممارسة الديمقراطية الجميلة والحرية اللي موجودة؟ طبعا أنت هذا سؤال جميل خلينا نرجع إحنا حق الحقبة التاريخية القديمة ونرجع حق أصله لكويت لما كانت كوت قبل لا تصير كويت مكانت الكوت لما كانت كوت وفي قناتكم لما كانت كوت شنو كنا نحن عندنا من مبدأ مبدأ التشاور واحترام الرأي صحيح فإحنا ربينا على هذا الشي على مبدأ التشاور واحترام الرأي لو اختلفنا إحنا رأينا واحد صحيح فإحنا تربينا على هذه المبادئ وهذه الأعراف والتقاليد اللي ربط فينا لذلك في سنة الستينات صار عندنا مجلس شورى قبل لا يصير عندنا دستور وقبل لا يصير عندنا مجلس أمة كان عندنا مجلس شورة مخصص لاستشارة كبار القوم وأخذ آراءهم في الثلاثينات ترصدين في الثلاثينات قبل الستينات كان عندنا مجلس شورة هذا ليش أسس؟ أسس الاحترام وتبادل الآراء وأخذ الآراء ما كان في امتهان ما كان في تعدي على حريات الغير لأن تربينا على هذا الأساس نحن في حقبة الواحد وستين عندما صدرنا الدستور وكذلك مشينا لفترة طويلة ما شاء الله إحنا كشعب محترم ومحافظ وفت عاداته وتقاليده إلا أنه وصلنا في سنة الحقبة الألفية وإحنا شايفين شنو الوضع معانا من برامج التواصل الاجتماعي العولمة الكبيرة اللي دخلنا عليه فنشاهد أن السلوكيات دخلت علينا مو صحيحة فصار عندنا حرية التعبير تؤخذ بطريقة خاطئة منافية اللي تربينا عليه أو منافية للعرف الاجتماعي والعادات والتقاليد اللي إحنا ماشينا عليها في الكويت أو في الوطن العربية أو في العالم جميعها عندنا احترام مبدأ الرأي دستور دولة الكويت نص عليه أنه إحنا عندنا حرية التعبير والرأي لكن أن لا يكون منافي للأخلاق أو القانون أو ما يكون تعدي على الناس فهذا الشيء عندنا صحيح أنت تقوله هذا الشيء لازم إحنا ينبع من عندنا فحرية الرأي اللي طالع عندنا بموجب احترام القوانين احترامك لشخصك احترامك لعاداتك وتقاليد احترام شريعتك الإسلامية المنصوصة في نص المادة الثانية من دستور دولة الكويت قبل لا نصد دستور الكويت الشريعتنا الإسلامية السمحاء اللي نبع مننا وتربينا عليها فبنا نفترض أن احنا نحترم هذا الشيء نحترم الرأي الآخر لكن للأسف مثل ما قلت في بداية سؤالك أن يأخذونها فزعة أو يأخذها أنها قوة هي القوة أنك ما تخفي حسابك ما تخفي هويتك ما تخفي شخصيتك القوة أنك تصرح فيها بطريقة علنية إذا كنت تتوقع أن هذه حرية الرأي صحيحة عندك يعني إحنا للأسف أقلب الحسابات اللي موجودة وهمية أو تحت اسم مستعارة فللأسف لو كنت أنت صادق القوة ولا تخشى من قولك كان واجهتنا في اسمك الحقيقي وليس اسم مستعار هذا يعني هذا اللي إحنا نقول تب تعبر عن حريتك عبرها بطريقة صحيحة حتى الانتقادات في بعض المرات إحنا ننتقد لكن انتقاد بناء وليس انتقاد سلبي أو انتقاد لشخص معين إي ما ننتقد عشان نجرح ولا ننتقد عشان نهدم أكيد أكيد فإحنا هذا اللي انتكلم عنه هذه الحرية يجب أن تمارس بطريقة صح هذه الحرية يجب أن تمارس وفق عاداتنا وتقاليدنا وسلوكياتنا وهذه الحريات يجب أن نمارسها وفق القانون والمدرسة اللي تعلمناه ويا مدرسة البيت يعني إحنا نبي بس نقول حق الشخص اللي قاعد يسيء ترى أنت قاعد تسيء لأسرتك لأنها هي اللي ربتك صحيح أنت قاعد تسيء لوالدينك قاعد تسيء لأهلك لأنه أنت قاعد تنم عن تربيتك قاعد تسيء لنفسك فللأفضل أنك لا تجرح أهلك لا تجرح والدينك أو أسرتك على وأن الله أن فرض هذه السلوكيات تشوفها أنها من باب الحرية والتعبير لا حرية التعبير والرأي مكفولة وفق القانون كذلك أنت حريتك يجب أن تحترم فيها القوانين أهم بعد كلمة جميلة قلت إيها أن القوة أن أنت توضح حسابك وتوضح شخصيتك بالحساب تبين للناس أنه فعلا هذا أنا أنا موجود صحيح فطرحك رح يبين فعلا مثل ما قلنا نعكاس لشخصيتك وتربيتك عندي لها تقرير عن إلا الكويتية نشوفه من بعد نروح فاصل ونرجع إن شاء الله نتواصل معك أستاذ أدراء فاصل من بعد هذا التقرير ونرجع معكم ما زالت الفوضى تضخى على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من حيث استخدامها منابر للتعبير عن الآراء والأفكار والتوجهات حيث تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حسابات أغلبها بأسماء مستعارة تنال من كرامة الآخرين وقيمهم تحت ذراء عواهية وبدوافع شخصانية مشبوهة غير آبهة بما نشأ عليه المجتمع الكويتي من احترام وتسامح وما تميز به من عادات وتقاليد أصيلة مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف الذي جعل الناس سواسية لا فضل لأحد منهم على آخر إلا بالتقوى والعمل الصالح وهذا المبدأ الذي أخذه الدستور الكويتي فنص في المادة التاسعة والعشرين منه على أن الناس سواسية بالكرامة الإنسانية ونص على حظر القيام أو الدعوة إلى الكراهية أو ازدرأي أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن للأفكار الداعية إلى تفوق أي جنس وعلى الرغم من ذلك فقد دأبت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ولسيما التويتر تنتقص من كرامة ابنة الكويت وقدرها ومكانتها وتنكر مساهمتها في بناء الوطن جنبا إلى جنب مع ابن الكويت ما يشكل انتهاكا لروح المجتمع الكويتي والدستورة ونقيضا لسعي الكويت الحثيث لإعطاء المرأة الكويتية حقوقها الإنسانية كلها وحمايتها من كل أشكال التمييز السلبي والعنف والكراهية من خلال التوقيع على الاتفاقات الدولية ولسيما سيداو التي تكافح كل أشكال التمييز والسلوكيات السلبية ضد المرأة وهذا ما يفرض تفعيل الجهود بمختلف أنواعها ولسيما القانونية منها لردع المتجاوزين والمسيئين أستاذ عذراء رجعنا معك مرة ثانية نتكلم في هذا الموضوع الكويتية وأنت ذكرت في مقابة أنه في تمييز يقع بين الجنسين أي المرأة الكويتية ورجل كويتي وخصصتي ذلك بعالم الرقميات وضحي لنا هذا الشي دائما في عالم الرقميات نحن نشوف برامج التواصل في الإنترنت دائما نشاهد تمييز ضد المرأة كيف نخصصها في موضوع التمييز دائما الأمور متعلقة في أن نفصل المرأة عن الرجل من ناحية أي موضوع اجتماعي يطرح دائما يطرح على موضوع أن الرجل لحريته ما يشيله يعني عيبة إلا بجيبة يعني هالأمور أن هذا رجل يحكم رجولة ما يعيبه شيء البنت فدائما عندنا عالم الرقميات مؤسس على فكر الذكر أكثر من الأنثى نحق موضوع آخر في عالم الرقميات وجدت أن أقلب التشريعات أو القوانين المتداولة تخص الرجل أكثر من المرأة مما أني أنا حقوقية وامرأة قانون فأنا أعرف في بعض القوانين التي يتم نشرها منها الشيء الأخير اللي حصل بإعطاء المعلم الوافدة 150 فصارت عندنا ضجة إعلامية وضجة في برامج التواصل الاجتماعي فصار فيها على قولتهم عدم المساواة في موضوع ما بين التساوي بين الجنس الأنثى يعني أنتم ميزتوا أنثى لماذا الوافد عضيتوها الكويتية؟ ميزوا ما بين أنثتين لكن هذه تحمل جنسية وهذه تحمل جنسية مع أن نص المادة 29 من الدستور لم يفرق بين الجنسيات وقالوا هو جنس واحد فهني صار عندنا تمييز ضد المرأة الكويتية في كل شيء في توليها المناصب القيادية في موضوع أنها تتولى أي وظيفة إشرافية أو أي شيء معين يتخص في المرأة الكويتية عالم الرقميات دائما متحيز ضد المرأة الكويتية لماذا؟ نرجع حق الثقافة المجتمعية التي نحن عايشينها يعني هذه الثقافة نحن عايشينها بأننا يجب أن يكون هناك تمييز بين المرأة والرجل هذه الثقافة موجودة الكويتية بس الكويتية برا الكويت المرأة لم تجدها تمييزها؟ لا أكثر وحدة يعني يمارس ضدها تمييز المرأة الكويتية لماذا فيها الديمقراطية والحرية الموجودة وفيها الثقافة الموجودة الكويتية؟ لا ما زلنا نعاني من ثقافة مجتمعية بتمييز تذكر على الأنثى في جميع الأشياء داخل الأسرة داخل المجتمع على مستوى الوطن دائما نجد التمييز هذا وكذلك في التشريعات مع وجود التشريعات إلا ما زالت هناك تمييز صدر قانون الإسكان للمرأة كاولة المرأة لها 45 والرجل 70 فهذا التمييز واضح عندنا في موضوع يمارس ضد المرأة في جميع محاور الحياة نعم سادة عذراء ذكرتي في المقال اللي كتبتي إلى الكويتية طالبتي بنهاية المقال ببعض القوانين الصارمة ليكون القانون رادعا ما الإجراءات والتدابير اللي أنت شايفة أن ينبغي على الحكومة تتخذها لوقف هذا الهجوم على الكويتية في وسائل التواصل طبعا المقالة عندما ذكرتها وكتبتها كان ليه هدف من ذكرها في ختامها أني أذكر للمواطن الكويتي الرجل أن المواطنة صحيح أن قانون حماية الوحدة الوطنية لم يعرف المواطنة لأنه ذكر الجرائم التي تحرض على الكراهية في العدم ونبذة العنف أو مواضيع التفرقة بين الجنسين فنصت في نص المادة واحدة أن يمنع ازدراء المواقف ضد الجنس فهذه القانون الوحدة الوطنية ذكرها في نص المادة واحد وعاقبها وذكر أيضا في موضوع برامج التواصل الاجتماعي يعني أي إساءة تكون مصدرها إساءة تحت اسم الجنس التفرقة بين الجنسين هذه تعتبر مخالفة لقانون الوحدة الوطنية اللي صدر عام سنة 2012 فمعنى أننا عندنا مادة قانونية فمن المفترض على المشرع على السلطة القضائية أن تحرك نص المادة احنا للأسف عندنا قوانين لا يتم تفعيلها احنا تجريم نيي على تجريم قانون الجزاء وبعض القوانين اللي قاعدت تنص مثل الجرام الإلكترونية اللي بدت تفعل حاليا لكن عندنا قانون حماية الوحدة الوطنية لماذا لا يتم تفعيلها؟ ما شاء الله احنا أكثر الدول اللي تصدر فيها قوانين احنا ما شاء الله فيه من 2014 لأيومك هذا احنا أكثر قوانين صدرت مع أن احنا محتاجينها وشرعتها من زمان شرعت في هذه السنوات نحمد رب العالم أن شرعت هذه القوانين لأن احنا كنا في حقبة زمنية من 2011 و12 و13 كنا نعاني بعدم وجود مجلس ثابت كنا في حالة يعني على قولتهم نزاع أو عدم ثبات في موضوع المجلس لكن احنا ينالحين شرعنا القوانين علينا تطبيقها تطبيق القوانين بطريقة عادلة احنا نقول دستور دولة الكويت يقول العدل وهو العدالة الاجتماعية والعدل والتعاون ومساواة أساس المجتمع الكويتي زي نص المادة قال شديد طبق القوانين بطريقة صح دام أن وجود عندنا قانون حماية الوحدة الوطنية نص في نص المادة على تجريم هذا الفعل كان من المفترض على السلطة القضائية منها النيابة العامة أن تحرك هذه الشكوى ضد هذا المقرد ومحتاجين أننا بنت الكويت أنها تسعى وتروح وترفع قضية لا احنا محتاجين أن تدافع من قبل سلطتنا اللي موجودة وهي السلطة القضائية عن طريق قسم النيابة العامة دام وجد وفق قانون الجرائم الالكتروني الذي شرع في سنة 2015 وطبق في 2016 شرع لنا نص مادة بوجود نيابة الجرائم الالكترونية المختصة في التحقيقات ومتابعة القضايا الخاصة فيها بس تبيننا يعني ناخذ بس موضوع الجانب القانوني أستاذ عذران أن يكون هذا أول حل الأساس والوحيد ولا اليوم إحنا جدامنا حلول بعد تربوية وتعليمية وإعلامية لعلى الأقل بدلا نوصل للقانون ويمكن كثيرين اليوم اللي قاعدين يتجاوزون في هذا الجانب صح ولا لا بدلا ناخذهم ونقطهم بالسجن ليش ما نكون في تركيز إعلامي وتربوي أفضل احنا ما نقول احنا احنا انا مو ضد موضوع أن احنا نحرك القوانين لأن احنا عندنا دائما نقول لم تستحيء فعل ما شئ صحيح فإحنا شلون نوقف هذا الفعل لأن هذا الشخص لا يحترم القير بموجب القوانين لأن القوانين هدفها شنو ردع الجريمة لابتعاد عنها فشرعت هذه القوانين لحماية الأفراد دامنا القانون موجود ليش ما نحميهم لماذا لا تكون هناك عقوبة رادعة زين تكون اي هي الخطوة الأولى اللي ترجع جميع المغردين من تكرار هذا الفعل احنا تدلي شنو اللي يخلي المجرمين او احنا نقول المغردين او اللي عبرون عن حريتهم ما يكفون ويتجاوزون انما في عقوبة رادعة ما زالت تطبق القوانين العقوبات الخفيفة اما قرامات او عدم النطق بالعقاب او العقوبات الخفيفة اللي تستطيع ان توقفها بكفالة مادية 200 يعني تصديد تغليض العقوبة يكون هو سبب لردع احنا محتاجين عقوبة رادعة وحدة عساس ان نتكف باقي المقاردين والخوف من التقريدات المسيئة احنا محتاجين هذا الشيء لماذا نتكلم عن القوانين احنا شرعنا القوانين لأن الهدف منها حماية المجتمع من هذا الشيء ثانيا احنا محتاجين اذا كانت على وجود وسائل الاعلام او وسائل الصحافة او المدارس التربوية فاحنا قاعد نسعى فيها وانتو ما شاء الله يعني كقنوات وكجهات اعلام قاعد تسعون فيها وقاعد تتكلمون لكن اذا ما كانت رادعة فاحنا شنو الخطوة الثانية ان يكون هناك قانون يحمينا ثلاثة اذا احنا محتاجين احنا محتاجين تثقيف جيل الشباب نزين بموضوع الاحترام ان رأيك محترم وتحترم الرأي الاخر دون ان تتجاول فاحنا محتاجين يعني احنا نقول محتاجين تثقيف مدرسة تثقيفية لسلوك الابناء لان شنو المواطنة شنو المواطنة عندنا هي شنو احنا بلول بالاخير احنا احنا اكيد ما نرضى على الكويتية ولا الكويتي كذلك اكيد ولكن يبقى الانسان المسيئ فعلا لأي شخص سواء من الجنسين او مثل ما قلنا في الامر الاخرى يستحق ان يعاقب عقاب يكون رادع لغيره بحيث ان الشخص الاخر يحسب الف حساب قبل لا يتجاوز حدوده وحريته على حساب الناس نشكر جدا استاذ عذراء على هذا اللقاء هذا في كلمة اخيرة احبت تقولينها والله انا ودي بس اختمها في هذه الكلمة نقول للمشاهدين ان المواطنة هي معيار سلوكك السلوك اللي يكون نابع منك اتجاه وطنك المواطنة ليست حقوق واجبات او منفعة متبادلة المنفعة الحقيقية هو المعيار السلوكي الاجتماعي لك والشخصي لك يكون النابع في احترام هذه الدولة واحترام قوانينها واحترام مواطنينها اشكركم على هذه الاستضافة واشكر انتباهكم لموضوع الا الكويتية انه اثار حفيظتكم واستقبالي فيها لكن احنا دائما نقول قناة الكود دائما سباقة في طرح هذه المواضيع الجريئة شكرا لك اخوي احمد احنا شكرك ايضا استاذ عذراء على تواجدك معنا اليوم وعلى هذا الطرح ومثل ما قلنا ما نرضى احنا دائما الا على الكويتية ولا الكويتي وان شاء الله كل انسان حاط بباله انه ممكن من خلال وسائل التواصل يتجاوز حدوده على الناس يرجع خطوة وراء ويفكر انه ممكن باتر الناس تجاوز عليه بعد يعني انت مثل ما تطق الناس طرح باتر الناس تطقك والقانون موجود اهم بعد بتاخذ مثل ما يقولون احسابك معه مشاهدين اشكركم على حسن المتابع لقاكم ان شاء الله في حلقات قادمة من سلام يا كويت مع السلامة اشتركوا في القناة